بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع اللقاء الأسبوعي مع كتاب الرشفات في المجلس السادس من هذه المجالس التي تتوالى على الخير على مائدة القرآن الكريم من كتاب رشفات من رحيق البيان القرآني وقد كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن مسيرة التأليف في إعجاز القرآن الكريم وتحدثنا عن ذلك منذ القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع ثم الثامن ووقفنا عند القرن التاسع يعني القرن التاسع عام تسعمية وهكذا أو عام تمنمية وكذا إلى تسعمية هذا يسمى القرن التاسع إذن في القرن التاسع لم يأتي مؤلفوه بجديد ووجه الإعجاز عند مؤلفيه الجامعين الناقلين عن من سبقهم هو البلاغة التي تدرك بالذوق ومنهم ابن خلدون على مكانته الكبيرة في عالم الفكر ولكن لم يقدم شيئا جديدا أو إضافيا في مجال إعجاز القرآن الكريم ولكن وصلنا كتيب صغير للإمام الكبير ابن الجزري والإمام ابن الجزري علامة جماعة وهو يعني يطلق عليه أمير الدنيا أو مسجد الدنيا أو شيخ الدنيا أو شمس الدنيا والدين كلها ألقاب للإمام ابن الجزري وقد كان شيخ المحدثين وشيخ القراء لكن تميز بالقراءات بشكل أميز وهو يعني بخاري القراءات إذا قيل ابن الجزري فهو بخاري القراءات ألف كتابا صغيرا سماه كفاية الألمعي في شرح قوله تعالى وقيل يا أرض بلعي تخيلوا كتاب في آية واحدة لا تتعدى أربع سطور استخرج منه الإمام ابن الجزري أكثر من ثلاثين نوعا من أنواع البلاغة من أربع سطور من هذه الآية وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هذه الآية التي يقرأها الواحد منها فينبهر بجمالها ولكنه لا يصل إلى عمق لؤلؤها وإلى عمق مرجانها وإلى عمق جواهرها إلا إذا اطلع على كلام العلماء فهذا الكتاب كفاية الألمعي أفاد فيه الإمام ابن الجزري فائدة جميلة جدا وإن شاء الله طالبوني بالكتاب أرسله لكم نسخة بدي إف إن شاء الله لاحقا وهو دراسة بلاغية مركزة لآية واحدة وفي فصل من الفصول كتاب رشفات من الرحيق البيان القرآني لخصت لكم هذا الكتاب وأتيت بأكثر من ثلاثين وجها في هذه الآية وقيل يا أرض بلعي يا سبحان الله أما القرن العاشر الهجري لم يأتي مؤلفوه أيضا بجديد ولكن انفرد ابن كمار الباشا من بينهم بالقول بالصرفة ونفى الإعجاز بالبلاغة قال الإعجاز هو بالصرفة إن الله صرف عقول العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولذلك هذا هو الإعجاز بالصرفة وأخبرناكم أن الإعجاز بالصرفة قول نرجوح وسنتحدث عنه لاحقا وهذا أمر غريب في هذا العصر ولا سيما أن هذا القائل يكثر من المناقشات الكلامية حول موضوع الإعجاز وله يعني مؤلفات كثيرة وطبعت مؤخرا رسائل ابن كمال الباشا بعدة مجلدات ما شاء الله وهناك أيضا الخطيب الشربيني وهو فقيه شافعي متمكن له كتاب في التفسير أيضا جمع بين وجهي الصرفة والبلاغة فقال بالبلاغة وقال بالصرفة وهو متناقضان سبحان الله لكن أضاف إليهم الإعجاز بمضمون القرآن قال إن القرآن معجز بمضمونه وأشار إلى ذلك في ثنايا تفسيره ومن ذلك أيضا الإخبار بالغيب ثالثا جاء شيخ الإسلام زكري الأنصاري وزكري الأنصاري هو من تلاميذ تلاميذ الإمام بن الجزري وهو علامة كبير شهير بلغ من العمر المئة وقد ألحق الأحفاد بالأجداد وقيل إن العلماء قد درسوا عليه الجد والأب والابن ثلاثة طبقات درسوا على الإمام زكري الأنصاري شيخ الإسلام إذا أطلق شيخ الإسلام بعد الإمام بن حجر العسقلاني فهو زكري الأنصاري شيخ الإسلام في الحديث في المتأخرين هو بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وشيخ الإسلام في الفقه هو زكري الأنصاري وله مؤلفات في الحديث والفقه وهو معتمد من فقهاء الشافعية الكبار أشار إلى الإعجاز في البلاغة وشاركه طاش كبري زاد في ذلك ولكنه أشار في الوقت نفسه بإيجاز إلى مضمون القرآن أيضا تأثر بمن سبقه القول بمضمون القرآن طاش كبري في بعض الإخوة يقرؤونها كبرى وقد حدث معي أنني كنت ذات مرة في الحرم النبوي الشريف في زيارة ولقاء ومجلس علمي مع شيخنا العلامة الكبير المحقق المدقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه فسألته سؤالا عن طاش كبري كبرى زاد هكذا قلت لو طاش كبرى زاد فهمس بأذني همسا وقال لي كبري كبري هكذا والله كأنه الآن يهمسها في أذني وقد مضى على ذلك أكثر من ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة ربما ومع ذلك هكذا يعلم العلماء كبري فحبثتها منه ولا شك أنه رجع إلى المراجع وضبطها بهذا الضبط وهكذا التلقي عن العلماء تأخذ المعلومة منهم طازجة طيبة صحيحة موثقة مدققة هذه فائدة من يحضر على العلماء النقطة الرابعة اتفق كل من المفسر الشهير جدا أبو السعود وشيخ زادة ومعين الدين ابن صفي الدين على أن الإعجاز بالبلاغة وبالإخبار بالمغيبات أيضا من المؤلفين في هذا القرن العاشر اشتهر أنهم يقولون بالإمام بالغيب وهذا شيء جيد ووجه من وجوه الإعجاز ثم كان من أبرز المؤلفين في هذا العصر الإمام السيوطي السيوطي الذي قال بالإعجاز العلمي والإخبار عن الغيب والإعجاز البياني والموسيقى التأثيرية وعدم التناقض ورفض الصرفة وكان له فضل كبير في عرض فكرة الإعجاز لدى سابقه عرضا تاريخيا موجزا وذلك في كتابيه الإتقان ومعترك الأقران في إعجاز القرآن هذان الكتابان من أجمل ما كتب في القرن العاشر وبعدهما من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر لم يأتي أحد بشيء إضافي أعلى مما جاء به أو بكتاب مستقل خلينا نكون دقيقين لم يأتي كتاب مستقل في إعجاز القرآن الكريم بعد الإمام السيطي إلى أن جاء القرن الرابع عشر تخيلوا الأمة ماذا حدث فيها في هذه القرون كان هناك ضعف شديد في الأمة وكان هناك هزال مس هذه الأمة ولكن فضل الله عز وجل العظيم ثم دخل القرن الحادي عشر فتكلم فيه عن الإعجاز مؤلفاني هما شهاب الدين الخفاجي والسيلكوتي وكان الخفاجي أخصب من السيلكوتي وقد نفى الصرفة وتردد السيلكوتي فيها وتردد الخفاجي في المغيبات أيعدها أم لا يعدها وجها من وجوه الإعجاز ونفى الوجه القائل بتضمن القرآن للعلوم وكان صريحا في قبول وجه آخر من وجوه الإعجاز هو حسن النظم والتناسق وعدم التناقض وإحكام البناء وإحكام البناء طبعا نعم ولا يوجد مؤلف مستقل في هذا الوقت لا يوجد إلى الآن مؤلف مستقل له وظهر كتاب واسع جدا وجميل جدا اسمه الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي الحنفي المتوفى سنة 1150 هذا ابن عقيلة كتابه نفيس جدا وقد تحققه عدد من طلبة العلم وهم خمس رسائل ماجستير تقريبا أخذوها في هذا الكتاب خمس باحثين أخذوا خمس رسائل ماجستير في كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن وطبعا في خمس مجلدات تقريبا عفوا أكثر أكثر من خمس مجلدات لكن هي خمس رسائل علمية وطبعا عدة مجلدات وفيه جمع كبير جدا لكتاب السيوطي اعتمد على كتاب الإمام السيوطي وأشار في مقدمته أنه ضمنه كتاب الإتقان للسيوطي وزاد عليه حيث قال حداني ذلك إلى أن أحذو على منواله وأنسج كتابا على مثاله فشرعت في هذا الكتاب وأودعت فيه جل ما في الإتقان وزدت عليه قريبا من ضعفه من المسائل الحسان واخترعت كثير من الأنواع اللطيفة والفوائد الشريفة هذا على سبيل الإدماج والإجمال ولو فصلتها لزادت على أربعمائة نوع طبعا كتابه ليس في الإعجاز إنما في علوم القرآن وهو كتاب شامل واسع وملئ بالفوائد الجليلة ودخل القرن الثاني عشر أما القرن الثاني عشر فظهر عندنا شمس الدين محمد الضرير تحدث في أرجوزته الطويلة وكلها في تفسير القرآن عن الإعجاز ولم يأتي فيه بشيء جديد وإنما كان يذكر آراء السابقين ويفضل منها أحدها وقد جمع بين وجهي الصرفة والبلاغة وهو متناقضان ولكنه أعطى الصرفة المقام الأخير بين وجوه البلاغة وهناك أيضا عالم شهير جدا اسمه الجمل وله حاشي على الجلالين اسمه سليمان بن عمر العجلي المشهور بالجمل ليس له آراء مستقلة في الإعجاز وإنما هو ناقل عن سابقه ويقوم الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب يرى كالسمين الحلبي طبعا أن الحروف في أوائل بعض السور قد جيئ بها لتحدي العرب في أن يؤلفوا من مثلها كلاما كالقرآن ولا يوجد مؤلف مستقل له إنما له حاشية كما قلت في التفسير ثم دخل القرن الثالث عشر ولا أنا أختصر الحقيقة البحث هذا لا أريد له أن يكون بحثا أكاديميا تفصيليا ولكن هي نبذة ونبذ حتى يكون طالب العلم وطالب معهدي القرآن الكريم على اطلاع في كل قرن ماذا حدث في هذا القرن حول إعجاز القرآن الكريم فدخل القرن الثالث عشر فظهر فيه عالم اسمه الشوكاني مشهور جدا وعالم هندي اسمه صديق حسن القنوجي يتفق فيه القنوجي والشوكاني الذي أخذ عن الشوكاني بأن الإعجاز بالبلاغة وحسن النظم وفخامة المعاني والإخبار بالغيوب كما يتفقان في إنكار الصرفة ويزيد عليه معالم جليل عراقي اسمه الآلوسي موافقة القرآن لقضية العقل إضافة إلى مذهبه المعروف في التفسير الإشاري ولا يوجد مؤلف مستقل فيه إضافة جديدة في هذا القرن الثالث عشر حسب الطلاعي التفسير الإشاري له ما له وعليه ما عليه يعني هناك ملاحظات كبيرة جدا للعلماء حول التفسير الإشاري وبعض من تحدث في التفسير الإشاري أشار إشارات بعيدة المقصود وأبعد النجعة وبعض العلماء أشار إشارات لطيفة فهذا الأمر يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى دقة في الموضوع فليس الأمر مفتوحا على بابه لنفسر القرآن بالإشارات ولكن بعض الطوائف أغرقوا في هذا أغرقوا إخلاقا عجيبا جدا وأصبحوا يأتون بإشارات من القرآن الكريم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان تتوافق مع مذهبهم ومع عقيدتهم كالذي يفسر الصراط المستقيم بأنه علي ويفسر يعني كثير من الضمائر بأنها علي ويعني كثير من الضمائر في القرآن الكريم يقول هي إشارة إلى ولاية علي وإلى علي وكيفما تحرك يعني الفاتحة يقول لك كلها يعني المقصود فيها علي وسورة البقرة ذكر فيها علي عشرين مرة ويعني هذا لا دليل عليه هي أهواء هي مجرد أهواء ثم دخل القرن الرابع عشر الهجري ومطلع الخامس عشر القرن الخامس عشر فالذي يبدو أنه من أوسع القرون وأكثرها تأليفا وانتشارا لقضية الإعجاز لماذا يا ترى؟ هل لأن أهل قرننا متميزون عن القرون السابقة؟ لا يا إخوة اسمعوا الأسباب وذلك نتيجة للثورة المعلوماتية وظهور التيارات العلمانية والإلحادية وظهور كتابات للمستشرقين تتناول بعض قضايا القرآن ولطبيعة الانتشار الثقافي وسهولة التواصل بين الباحثين وانتشرت وسائل الطباعة وانتشرت المطبوعات وأصبحت المطبوعات تنتشر في العالم بشكل كبير جدا فلذلك هذا أحد الأسباب للانتشار هذه الأمور وظهور المستشرقين المستشرقون يتظاهرون بالبحث العلمي ولكنهم يدسون السم في الدسم يدسون على المسلمين أشياء كثيرة جدا فظهر المستشرقون قبل مئتي سنة تقريبا وبدأوا ينفثون سمومهم داخل كتب المسلمين بل نشروا كثيرا من كتب المسلمين بحجة البحث العلمي ولكن دسوا فيها أشياء وضربوا أشياء إلى الآن بعض من يلبس زي من يلبسه لبس يلبسه أما يلبس من اللبس والاختلاط إذن من يلبس زي العلماء تأثر بكلام المستشرقين وبدأ يرددون الكلام يعني جميع ما تستمعون إليه اليوم من مشاكل في الفكر الإسلامي أو تفسير للقرآن الكريم غريب أو عجائب عند بعضي هكذا من يسمون الدعاة الجدد أو رجال الفضائيات أو شخصيات بدون أن أذكر الأسماء ولكنكم تعرفون الأسماء إذا رجعتم إلى حقيقة مقولاتهم تجدونها كلاما مكررا للمستشرقين ومنهم جولد زيهر جولد زيهر يهودي جولد زيهر يهودي وتظاهر بالبحث العلمي ودرس اللغة العربية ودرس المخطوطات وأصدر عدة كتب وتحدث في هذا الموضوع كثيرا ودس أشياء أنكر القراءات فسر القراءات وحللها تحليلا عجيبا تكلم في أشياء خطيرة جدا فهذا وجود المستشرقين عمل حركة علمية وجود ملحدين ينكرون أصلا وجود القرآن أيضا أوجد حركة علمية تقوم بالرد عليهم وجهز علماؤنا الكبار تلك الردود فقيمة مؤتمرات وقيمة لقاءات وهذا مما حرك القضية العلمية بين المسلمين وقد جعلت فيه المتكلمين في الإعجاز فئتين الفئة التي ذات النزعة العلمية والفئة التي يجمع أكثر رجالها إلى النزعة العلمية وجوها الإعجاز الأخرى يعني هناك فريقان من العلماء فريق له نزعة علمية بحتة وهناك يضع مع القرآن وجوها مع النزعة العلمية وجوها أخرى فقد حاول رجال الفئة الأولى التوفيق بين القرآن والعلم الحديث دون أن يصرحوا بالإعجاز العلمي كعبد الله فكري والدكتور محمود صدقي من رجالها ومن رجالها أيضا منصرح بالفكرة حينا دون آخر مثل طنطاوي جوهري طنطاوي جوهري له تفسير للقرآن الكريم وهو تفسير مفيد جدا ولكن سبحان الله فيه تخبيصات وفيه بعض الملاحظات وفيه بعض الأخطاء وهناك رسائل ماجستير ودكتورة ألفت عن هذا التفسير وردوا عليه بعض الآراء المعاصرة التي زل فيها وأخطأ فيها لكن من ميزتي هذا الكتاب أنه حاول أن يجاري المستشرقين وحاول أن يجاري الباحثين وحاول أن يجد تفسيرا علميا للآيات القرآنية ولكنه بالغ في ذلك بعض المبالغة فقد فسر بعض الأشياء التي لا يمكن أن تفسرها علميا وتفسيرها عندنا أهل السنة واضح جدا أن المقصود فيها يعني مثلا العذاب مثلا طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل وعندنا واضح أن هذه الطير هي طير حقيقية ترمي بحجارة من سجيل الحجارة من النار ترميها فهو يقول لا هذه هي جراثيم يعني تنشرها هذه الطيور وهذا قول ولكن رده العلماء وله بعض هذه الأخطاء لكن له تفسير واسع وكبير وفيه فوائد ثالثا ومن رجال النزعة العلمية من بالغ في الاستنتاج وتحميل النص ما لا يحمله كتنطاوي جوهري أحيانا وكعلي فكري مما يخشى منه إحداث رد فعلي لدى القارئ ومنهم من لزم الاعتدال ولم يستشهد إلا بالمسلم به من التطابق بين نصوص القرآن ومقررات العلم الصحيحة مثل محمد أحمد جاد المولى بك وعمر المليباري الذي اختصر على قضية واحدة من قضايا الإعجاز العلمي هي قضية استخراج اللؤلؤ والمرجان من المياه العذبة كما يستخرجان من المياه المالحة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فهو أثبت بالدليل العلمي أن المرجان واللؤلؤ يستخرج من الماء العذب الحلو ويستخرج من الماء البحر المالح وأيضا أثبت بالدليل العلمي أن البحر في داخله يوجد ماء عذب حلو ويوجد ماء مالح وأنهما يلتقيان مع بعضهما ولكن لا يبغيان أي لا يختلطان بينهما برزخ لا يبغيان وهذه قضية تحدث فيها كثيرون وأثبتوها أيضا بالعلم الحديث وقالوا إن كثافة الماء المالحي ولطافة الماء العذب الحلو يستمعان مع بعض ولا يختلطان وهذا من العجائب التي قد لا يقبلها العقل إلا إذا رآها بشكل واضح جدا ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وقد رأيت بنفسي عندما زرت طنجة هناك أخذني الإخوة إلى ما يسمى بمجمع البحرين ووقفنا على تلك التلة ورأينا منظرا جميلا جدا رأينا للبحر وهو بلونين مختلفين أزرق وشديد الزرقة سبحان الله فعلا رأيناهما بحرين يلتقيان وبينه برزخ لا يبغيان أي لا يختلطان على بعضهم البعض مئات السنين يجريان مع بعضهما وهكذا ولا يختلطان وهذا من إعجاز القرآن العجيب أيضا ممن تحدث في الإعجاز بشيء من وجوهه الأستاذ محمود مهدي الإسطنبولي وهو يعني دمشقي وممن لزم الاعتدال والمنطق المقنع دائما باحث فرنسي اسمه موريس بوكاي وقد أسلم والحمد لله وقام بما يلي أولا استنتج من مقارنة مقولات القرآن العلمية بمقررات العلم الحديث المسلم بها أن القرآن لم يعتره أي تبديل أو تغيير وأنه من عند الله وأنه دليل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف التوراة والأناجيل والحديث النبوي قام موريس بوكاي بدراسة التوراة والإنجيل والحديث النبوي وقام بدراسة القرآن وضع هذه الأربعة أمامه بعقلية الفرنسي الباحث المحايد الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة وبحث 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 فوصل إلى قناعة قوية عميقة جدا أن القرآن لم يتغير أبدا وأن القرآن أصدق من الكتب الباقية بل عدل ما فيها من انحراف عدل ما فيه التوراة والإنجيل من الانحرافات فلقد كان موريس بوكاي له خبرة في الأناجيل والتوراة ولكن عندما اطلع على القرآن بهر بالمعلومات الدقيقة الموجودة فيه ولذلك أسلم وألف عدة كتب في الإسلام ولم يوافق على كل ما قرره العلماء المسلمون من شؤون الإعجاز العلمي ولكنه انفرد بإراد بعضها ومن مزاياه أيضا مزايا موريس بوكاي أنه نظر في القرآن ليرى إذا كانت فيه إشارات إلى ظواهر علمية لم يثبتها العلم الحديث بعده فوجد منها ظاهرة إمكان الحياة على كواكب أخرى غير الأرض ولا زالت الفكرة قيد البحث إذا من أوائل من نادى بفكرة أن المريخ أو القمر أو الكواكب الأخرى يمكن أن تكون عليها حياة مستقرة هو موريس بوكاي ولم يأتي بأدلة قاطعة في هذا الموضوع لا زال البحث مفتوحا لمن يثبت لنا وقد يثبت لنا يوم من الأيام أن هناك كائنات حية على كواكب أخرى والله أعلم قد يكون ذلك ثم انتهى إلى أن القرآن قد صحح التوراة ولم يأخذ منها وهذه قاعدة قوية جدا يعني نقول له من فمكم ندينكم هذا هو باحث فرنسي يثبت لنا بالدليل القاطع اليقيني أن القرآن قد صحح التوراة ولم يأخذ منها يا من تقولون إن القرآن أخذ من الكتب السابقة وأن القرآن انفرد دون التوراة ببقاء جثة فرعون الغريق آية لمن بعده وهذا من معجزة القرآن في نظره وأيضا يروى أنه كان له بحث عميق جدا في مسألة جثة فرعون وأنه سافر إلى مصر وأنه بحث في الجثة ودقق فيها وكان من أوائل من لفت نظره أن جثة فرعون لم تتغير ولم تتبدل فلما نظر في القرآن الكريم وإذا بالقرآن الكريم يقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ننجيك ببدنك سبحان الله وهذا أيضا فيه يعني إعجاز ولفت النظر أن الله عز وجل جعل جثته هكذا محنطة آلاف السنين ليأتي لمن خلفك آية فكانت آية لموريس بوكاي وأسلم ولمن بعده أيضا من أولي الألباب وأولي العقول الذين أسلموا ثم هناك جانب آخر في القرن الخامس عشر والرابع عشر وهو الدكتور محمد رشاد خليفة محمد رشاد خليفة هذا الدكتور بهر العالم في السبعينات بما يسمى بالإعجاز العددي وللأسف أن محمد رشاد خليفة ظهر أنه صاحب عقيدة باطنية بهائية فحرف النصوص وغير وبدل وإن كان هو اعتمد اعتمادا جزئيا على كلمات منثورة في بعض التفاسير أو في بعض الكتب القديمة على الرقم تسعة عشر فأخذ هذه الكلمة وبدأ يدقق فيها ويبحث فيها فأتى بكلام عجيب جدا حول الرقم تساطعش كثير منه صحيح وكثير منه فيه تهويل فانطلق من عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم وخلاصة رأيي في هذه المسألة أن نظرية الإعجاز العددي التي جاء بها قوية من وجه النظري أنها قوية ولكنها تحتاج إلى بعض الاستكمال ففيها الكثير من الخلل حيث رد عليه عدد من الباحثين كما أننا نرى أنه لا ضرورة للمبالغة في الإتيان بالشواهد تزيدا منها لأن ذلك قد يحدث ردة فعل لدى القارئ كما ننبه أيضا تنبيها دقيقا على أنه تبين أن الرقم تسعة عشر قد استغل من طرف بعض الفرق المنحرفة وأن بعض الأنثلة التي ذكرها غير مطابقة للواقع مما حدا بالبعض أن يرد الفكرة من أصلها إذن بالنسبة للإعجاز العددي أيها الإخوة هناك بعض الباحثين من العلماء المسلمين أنكره بالإطلاق وبعضهم بالغ فيه لدرجة أنه عاش ليلا ونهارا يتحدث عن الإعجاز العددي في القرآن وكل الطرفي الأمرين ليس على الجادة الإعجاز العددي له حقيقة نعم موجود ولكن يحتاج إلى تروي شديد اليوم ينتشر أن زوال إسرائيل سيكون عام 2022 يا رب اللهم أزلهم وهذه النظرية التي تقول بزوال إسرائيل من قبل عشرين سنة تكلم فيها الشيخ أحمد ياسين وتكلم فيها أيضا كثير من المجاهدين واليوم المعاصرون أيضا تكلموا فيها والأستاذ بسام الجرار وهو أستاذ باحث دقيق وموثوق له بحث طويل في هذا الموضوع وقد أتى بأكثر من مئة دليل على أن زوال إسرائيل 2022 سبحان الله وأكثر من مئة دليل وكلها مقارنات وأعداد وأرقام وأرقام هائلة جدا حقيقة يعني مدهشة 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 ولكن مع كل ذلك يا إخوة بدل أن نسلط الضوء على أن إسرائيل ستزول عام 2022 لماذا لا نسلط الضوء على ماذا ينبغي علينا أن نفعل إذا زالت إسرائيل ماذا على الأمة أن تجهز من شبابها وعقول شبابها كيف لنا أن نربي شبابنا ليستلموا العالم بعد زوال إسرائيل إسرائيل كما تعلمون أو الصهاينة كما تعلمون أو اليهود كما تعلمون اليوم هم مسيطرون على البورصة العالمية مسيطرون على استراتيجيات العالمية مسيطرون على العقول الكبرى التي تخطط للعرب وللغير العرب ولا نريد أن ندخل في السياسة ولكن هذا كلام علمي إن شاء الله لكن السيطرة واضحة تماما والرغبة في الانتشار والتوسع أيضا واضح والرغبة في تدمير الإسلام وتدمير البلاد العربية أيضا هذا واضح عندهم بلا شك طيب نحن إذا اشتغلنا ليلة نهارا في الإعجاز العددي وجمعنا عشرة ضرب عشرة وعشرة ضرب همس طعش ومثين وستة عشر والرغم ستة عشر ورغم ستة عشر ورغم ستع عشر وأشغلنا مئات من الباحثين في هذه القضية وأثبتنا أنه عام 2022 ستزول إسرائيل هذا عمل ماشي جزاكم الله خيرا مشكورون عليه ولكن ماذا بعد ذلك؟ هذا الذي يمغل أن نركز عليه ماذا لو زالت إسرائيل فعلا؟ أيضا حتى لا نجزم بالنتيجة ماذا لو لم تزل إسرائيل؟ هل كل بحوثك؟ أيها الحبيب ستزيل أدراج الرياح؟ إذن علينا أن لا نجزم بقضية حازمة وأيضا علينا أن لا نقع في إشكال وقع به بعض من ينادي بالإعجاز العددي للقرآن الكريم حيث أثبت لنا قيام الساعة فبدأ يحسب إحسابات 18 سنة ستكون إسرائيل ثم يكون المهدي كذا وكذا ثم يكون المسيح كذا كذا ثم تقوم الساعة على شرار الخلق وشرار الخلقهم كذا وكذا ويظهر وباء على الدنيا وهذا الوباء تنشره الأياد الخبيثة وهذا الوباء يموت فيه مليون ومليونان من المسلمين أو من الناس في أخطار العالم ينتشر الوباء فيموت الأصدقاء صباحا ومساءا ويأتون بأحاديث وأشياء وكذا وعلى أن القيامة يعني بعد بكرة طيب هذه الأشياء أيها الإخوة من وجهة نظري ولا ألزم الآخرين فيها أنها مما لا ينبغي بحثه ولا ينبغي أن نلفت أنظار الناس عليه ولا ينبغي إلا أن نربي الجيل كيف لنا أن نعمل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل يا رسول الله متى الساعة ماذا قال قال وماذا أعددت لها ضعوا عشرين خط تحت كلمة وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها إعداد وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أعدوا أيها الإخوة أعدوا العقول فعلموها أعدوا القلوب فربوها أعدوا شبابنا فعلموهم على دين الإسلام عشقوهم دين الله عز وجل أعدوا الفتيات فعلموهن على الحجاب علموهن على البطولة علموهن على الإسلام على محبة الإسلام على محبة الدين على التمسك بالدين على التمسك بالحجاب على التمسك بالأخلاق رب جيلا يمكن أن يفتح القدس أما أن ننتظر المغيبات وأن نقول خلاص الأعداد العجاز العددي يقول إن تسع طاعش تقسيم ضرب كذا وضرب كذا وضرب كذا يساوي كذا إذن 2022 ستزل إسرائيل طيب ماذا نفعل نضع رجلين ميباردة ونسترخي على فروشنا ونشرب الأزهورات ونسترخي لا يا إخواننا أبدا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحدث في هذه القضايا إنما تحدث في قضايا التربية وفي قضايا الإعداد وفي قضايا التجهيز وفي قضايا تربية الجيل اللهم صلي وسلم وبارك عليه إذن هذه خلاصة سريعة جدا حول الإعجاز العددي لا تفهموا مني أنني أنكره وجهود طيبة والأستاذ بسام الجرار جزاه الله خيرا يعني بحثه جادة ونتائجه عجيبة ومدهشة وجزاه الله خيرا على ما يقوم به ولكن أنا أقول علينا أن ننتبه لما بعد لما بعد أعدوا لما بعد يا إخوة فعام 22 جاي وقد كتب كثير من المعاصرين في قضية الإعجاز العددي ولا زالت البحوث فيها جارية ما بين معتدل ومسرف ومحمل للنصوص أكثر مما تحتمل والقضية بنظري تحتاج إلى مؤسسة علمية خاصة تقوم بتقويم هذا الجانب ووضع الأطر والضوابط اللازمة حياله حتى لا يصبح القرآن ألعوبة بين الأياد والأهواء وأن تكون هذه المؤسسة جامعة لعلماء لاحظوا العلماء شرعيين وعلماء في الرياضيات وأن تتضافر الجهود لخدمة هذا الجانب المهم من جوانب الإعجاز العددي يا سلام إذن هذا الذي أنادي به إنني أنادي أيها الإخوة أن يجتمع علماء شرعيون وعلماء الرياضيات مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك يعني يمكن أن يصلوا إلى نتائج إن شاء الله جيدة العلماء الشرعيون يضعون الضوابط وينبهوننا على إذا تجاوزنا في الأمر قليلا وعلماء الرياضيات والكمبيوتر والحواسب هذه الحواسب الكمبيوترية يضبطون لنا الأرقام حتى لا نقع في الخلل لأن الإنسان مهما كان فهو بشر فقد يخطأ في الأرقام قد يخطأ في العد قد يخطأ في بعض الأشياء إذن هذه هي الخلاصة التي أنادي بها وهذا الشيء لا بد أن أعلق على الشيء أيضا آخر مهم جدا ينتشر في رسائل التواصل الاجتماعي رسائل هكذا عن الإعجاز العددي لقد ذكر الله اليوم بأرقام كذا كذا والنهار في أرقام كذا والآخرة في كذا والقيامة في كذا وقائمة كثيرة جدا طويلة جدا من الأرقام وفيها مقارنات بعضها صحيح ولكن بعضها غير صحيح يا إخوة بل أكثرها غير صحيح تتبعها بعضهم فوجد أن هذه الأرقام غير صحيحة فاحذروا لا تنشروا لا تنشروا كل ما يصلكم من الإعجاز العددي في القرآن الكريم لا تنشروا فليس القرآن الهدف منه الإعجاز العددي وإن كان الإعجاز العددي هو أحد الجوانب الهامة برأيه والتي لا ينبغي أن نغفلها هي هامة وقوية ولها وقتها ولعل الله عز وجل ادخرها لهذه الأزمينة ولما بعدها أيضا من العالم الرقمي لأنه نحن في عالم رقمي فقد يكون العالم المستقبلي سيعتمد على الأرقام وبالتالي علماء رياضيات سيضبطون رياضيات فيصلون إلى نتائج معينة بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر حول الإعجاز العددي ثم في هذا القرن أيضا ظهر عالم جليل وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي انفرد الشيخ محمد متولي الشعراوي بتقديم القرآن وتفسيره وتقريبه للعامة بطريقة جذابة فريدة من نوعها لا يجاريه فيها أحد وقد ذكر كثيرا من القضايا الإعجازية منها ما قد سبق إليها وليس له فيها إلا فضيلة عرضها على طبق من ذهب بأسلوبه الأخاذ وهناك قضايا أخرى تفرد بها في نظر بعض الباحثين كقوله بالإعجاز في تعليم اللغة بدءا من تعليم آدم الأسماء حيث قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها فيرى أن تعليم اللغة من الله عز وجل هذا إعجاز وبالدفاع عن علم ما في الأرحام والمغيبات الخمس وشارك الآخرين في كثير من القضايا التي عرضها ولكن بأسلوب سهل مفيد شائق شائق لا نقول شيق الصحيح أن نقول شائق الشيخ متولي الشعراوي حقيقة هو من أعظم شيخنا وأنا لقيته أكثر من مرة ويعني أفتخر أنني لي إجازة منه أيضا رحمة الله عليه فقد أجازني في آخر عمره حيث التقينا في جدة بحضور الشيخ محمد بدر الدين ما شاء الله كان لقاء جميلا جدا والشيخ الشعراوي حقيقة ترك بصمة تربوية أخلاقية محببة لكتاب الله عز وجل كان يحضر عنده العلماء والوزراء والعوام وطلاب العلم والأزهريون والصغار والكبار والرجال والنساء فالكل يخرج منبهرا مما يقول وكان يعتمد في كلامه كثيرا على اللغة وعلى الرازي وعلى التفاسير السابقة ولم يأتي ببدع من القول لم يأتي ببدع من القول حقيقة إنما قدم الإسلام بطريقة حلوة جذابة مع تلك النكتة المصرية التي لم تفارق مجلسه في كثير من الأحيان يأتي بطرفة من هنا وطرفة من هنا وكان يوظف اللغة العامية لتوصيل الفكرة إلى الآخرين وكان يوظف أيضا الأمثلة الصعيدية والريفية ليقرب الفكرة إلى الناس فلله دره ما أجمله وما أروعه وما أبدعه ولقد حببنا في القرآن الكريم وحببنا في إعجاز القرآن الكريم فجزاه الله خيرا وهذا أيضا من البصمات التي لا ينبغي أن نغفلها في القرن المعاصر سابعا ووجدنا من رجال الفئة الثانية من يغلب عليهم الطابع الصوفي كالنخ جواني وأبي الفيض الناكوري والشيخ عبدالله الدهلوي النقش بندي وأنه لا ينقصهم الغنى بالمضمون وحده لمعالجة فكرة الإعجاز بل تنقصهم القدرة اللغوية على الأداء هناك مؤلفون كبار تكلموا في الإعجاز وهم من القرى الهندية أو من غير العرب وأبدعوا في ذلك وأعطوا لمسة صوفية لمسة إشراقية لمسة روحية لمسة إشارية ولا بأس بما قالوه وإن كان يعني لم يأتوا بنظرية متكاملة إنما أتوا بومضات أتوا بومضات لطيفة وحلوة ومرققات للروح وأشياء لطيفة جدا ثامنا ووجدنا منهم من لم ينصرف إلى الإعجاز في كتابه انصرافا كليا ولم يكن له رأي خاص فيه وإنما حكى رأي آراء سابقيه ومن هؤلاء جمال الدين القاسمي له كتاب في علوم القرآن نفيس جدا وتحدث عن الإعجاز مرورا وأقر ما قاله السابقون ومحمد عبده وعبد العليم الهندي محمد عبده كثر الكلام فيه كثر الكلام فيه ولا أريد أن أتطرق لموضوعه لأن الكلام فيه ما بين متهم له بالموصونية وما بين من جعله مجدد الإسلام والمسلمين وأقول أسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ما أخطأ وأخضى إلى الله سبحانه وتعالى ولا أريد أن أتناوله لكن هؤلاء ذكروا الإعجاز القرآن ذكروا الإعجاز وأشاروا إليه بوجوه متعددة ولكن كلامهم كان تكراراً للكلام السابق ولم يؤلفوا فيه كتاباً مستقلاً أيضاً محمود حمزة وحسن علوان ومحمد أحمد برانق وله تفسير برانق أشار إلى بعض الجوانب والحاج ميرز الشعراني والدكتور محمد علي سلطاني جزاهم الله خيراً تحدثوا في جوانب لغوية وجوانب إعجازية ووجدنا منهم زمرة كانت لها بعض آراء واجتهادات في وجوه الإعجاز ونواحيه أو أفاضت في البحث فيه ومن المفيضين في البحث فيه الكواكبي والشيخ محمد رشيد رضا وكلاهما يقولوا بالإعجاز العلمي أيضاً ومن المفيضين ذوي الاجتهاد مصطفى صادق الرافعي هذا أفاض كثيراً وسنتحدث عنه وسنفرد له فصلاً كاملاً الذي اهتم بموسيقى القرآن والحس الروحي الذي يبعثه واهتم في احتواء القرآن على العلوم وأيضاً مثله أمين الخولي الذي قال بالإعجاز النفسي المدرك بالذوق البديعي والأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان الذي جمع بين ما قاله الرافعي وما قاله الباقلاني والأستاذ أحمد مصطفى المراغي ومشيخ الأزهر الذي قال بوجهي الإعجاز العلمي والبلاغي ومن هذه الفئة أيضاً زمرة رابعة امتازة بالتعمق بالبحث وببعض الآراء الذاتية وبشيء آخر هو تحليلها للشواهد القرآنية تحليلاً فنياً بلاغياً علمياً تثبت به إعجاز القرآن ثم بقولها بالإعجاز العلمي في اعتدال ودعوة إلى التثبت وقوام هذه المجموعة الشهيد سيد قطب والدكتور محمد عبدالله دراز والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الثلاثة هؤلاء لهم مؤلفات في هذا الجانب وتكلموا في روائع من القرآن الكريم تكلموا في ظنال القرآن تكلموا في النبأ العظيم ثلاث كتب ألفت في هذا الجانب ولمسوا الآيات القرآنية بتحليل فني بلاغي كان في منتهى الروعة في منتهى الروعة ويضيف عليهم ويتميز عنهم سيد قطب بقوة التحليل تحليله عميق جدا وأضاف إلى قوة التحليل ما يلي أولا قوله بإعجاز القرآن المطلق وبأنه أي القرآن بالإضافة إلى كلام البشر كخلق الله بالإضافة إلى الخلق يصنع الله الحياة ويصنع الإنسان جرة لا حياة فيها ثم بيّن أن الإعجاز عنده في البلاغة والتصوير وله كتاب التصوير الفني في القرآن وقد أبدع فيه إبداعا عجيبا جدا وأيضا في سمو التشريع وإحكامه وشموله شمولية التشريع وأيضا في موافقة القرآن للحقائق العلمية فقد قرر سيد قطب أن الحقائق العلمية التي أصبحت حقائق لا تتعارض مع أي آية من القرآن الكريم وله تحليقات في هذا الموضوع جميلة وعظيمة جدا وقد ألف عنه عدة رسائل ماجستير ودكتورة أيضا في نظريته في الإعجاز والبلاغة القرآنية والتصوير الفني في القرآن وخير من كتب عنه إلا أردتم التفصيل الدكتور صلاح الدين الخالدي التصوير الفني في القرآن وحوالي أربعمائة صفحة بحث جميل جدا جدا وخدمه خدمة جميلة جزاه الله خيرا وأضاف الدكتور محمد عبد الله دراز وسنتحدث عن دكتور عبد الله دراز أيضا بتفصيل لاحقا في فصل آخر لكن هنا نختصر الكلام عنه تحدث أن القرآن يمتاز بوحدة الموضوع والهدف في أصغر جزء منه وفي جميعه يعني لو أخذنا أصغر سورة والعصر إن الإنسان لا في خسر أو إن أعطناك الكوثر سنجد هدفا وإذا أخذنا أطول سورة كالبقرة وآلي عمران سنجد وحدة هدف هذا الهدف الموجود في أقصر صورة والهدف الموجود في أكبر صورة متفقان هذا جانب جميل جدا وأن ترتيب القرآن الكريم على هذه الصورة الكاملة مع نزوله في فترات متباعدة معجزة قائمة بذاتها كما ظهرت كتاباته النورسي وقد أفردتها بمبحث طويل في الفصل القادم سعيد بديع الزمان النورسي سنتحدث عنه أكثر من حلقة إن شاء الله لأنه أبدع إبداعا عجيبا في جوانب إعجاز القرآن الكريم وأتى بأشياء جديدة ولطيفة وحلوة جديرة بأن تثوقها وأن نهتم بها المصنفات في إعجاز القرآن الكريم في القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس عشر كثرت المصنفات في الإعجاز القرآني في القرن الرابع عشر ولا عجب في هذا إذ هو قرن النهضة والصحوة لا في التصنيف فقط بل في كل مناحي الحياة العلمية والفكرية والثقافية ولعل السبب في هذا بعد فضل الله تبارك وتعالى هو أن الكفار لما استوطنوا بلادنا وطعنوا في ديننا وقرآننا هب علماء المسلمين يدفعون هذه المطاعن ويردون عليها فنشطت حركة التصنيف في شتى الجوانب وقد حاز التصنيف في إعجاز القرآن الكريم على جانب كبير من تلك الجهود المباركة فمن تلك المؤلفات نسردها سردا حتى تكونوا على الطلاع على أعظم المؤلفات التي يمكن أن تفيدكم في إعجاز القرآن الكريم ويمكن أن تفيد الباحثين منها كتاب إعجاز القرآن للرافعي وهو كتاب مشهور مطبوع متداول والرافعي هو أول من خص إعجاز القرآن بكتاب مستقل في العصر الحديث فقد بقي المكان فارغا بعد السيوطي إلى أن تقدم إليه الرافعي بكتابه هذا يعني حوالي 400 سنة يا جماعة 350 سنة 400 سنة ما أولف كتاب مستقل في الإعجاز بعد السيوطي الرافعي هو أول من أحياها ثم ظهر كتاب النباء العظيم للدكتور محمد عبدالله دراز والكتاب مطبوع مشهور متداول وأيضا ظهر كتاب اسمه فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصر الحاضر مع نقد وتعليق لأستاذ نعيم الحمصي وهو رسالة دكتوراه فيما يبدو لي وقد استفدت منه كثيرا جل ما في هذا الكلام الذي سخته مستفاد من هذا الكتاب حقيقة ثم ظهر كتاب الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطئ عائشة عبدالرحمن وهي إنسانة مثقفة قرآنية رائعة وزوجها من أهل العلم أيضا وهي تحب العلم وأتت بكلام جميل جدا في كتاب الإعجاز البياني للقرآن هناك كتاب أيضا للبديع الزمان النورسي إشارات الإعجاز في مظان الإجاز والمعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عتر أخو شيخنا الشيخ نور الدين عتر وهناك كتاب اسمه البيان في إعجاز القرآن للدكتور صلاحين الخالدي وله كتاب آخر بعنوان إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني إضافة إلى بحوث كثيرة في هذا الميدان والدكتور صلاح الدين الخالدي ما شاء الله هو أستاذ الإعجاز البياني في العصر الحديث وقد درس هذه المادة ودرس الإعجاز البياني والبلاغي ودرس شخصية سيد قطب ودرس في الجامعة الأردنية سنوات طويلة جدا وهو من أفاضل أساتذتنا الكرام الذين لهم بصمة واضحة في تحبيبي الجيل الجديد في إعجاز القرآن الكريم أيضا ظهر كتاب وهو رسالة علمية أيضا بعنوان قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية للدكتور عبد العزيز عرفة وكتاب الإعجاز في دراسات السابقين لعبد الكريم الخطيب وكتاب اللمسات بيانية للدكتور فاضل السام الرائي والتعبير القرآني وغير ذلك من كتبه الدكتور فاضل السام الرائي لابد أن نشيد به في هذه المناسبة وهو أيضا من أرقى وأوسع وأفضل ما أريد أن أفضله لكن من أرقى وأوسع وأجمل وأجل من سمعنا له في العصر الحديث لأن هناك قنوات فضائية يعني أسهمت في إبرازه جزاه الله خيرا وقدم مادة علمية رائعة جدا سماها لمسات بيانية وفعلا فيها فوائد قيمة اعتمد فيها على اللغة جل اعتماده على اللغة وعلى النحو وعلى التحليلات النحوية وعلى تحليل المساقي القرآني كيف لو أنه قال كذا وكيف لو أنه قال كذا فقد أبدع إبداعا جميلا جدا لا ينبغي أن نغفله في هذا المجال وكتبه قيمة ومنشورة وموجودة من أبرزها كتاب لمسات بيانية وكتاب التعبير القرآني حادي عشر كما لا ننسى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والتي أسسها الشيخ عبد المجيد الزنداني أو الزنداني والذي وهو شيخنا وتشرفت بالإجازة منه جزاه الله خيرا والذي أضاف الكثير لجانب الإعجاز العلمي وأصدرت الهيئة مجلة علمية وعدة بحوث ودراسات وكتب قيمة أيضا هذا لا ينبغي أن ينسى فقد أفاد وأجاد كثيرا وهو من أوائل الأساتذة وهو صيدلاني طبعا يضيف إلى الصيدلة وأنه شيخ مطلع وحضر على العلماء ومحب للقرآن الكريم فأضاف بكونه صيدلي وكونه عالم في الشريعة أنه بدأ يعني يأتي بمقارنات وأشياء جميلة جدا وكان هو سبب تأسيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ثم جاء بعد ذلك بعده شيخ فضلاء وأساتذة وعلماء ساروا بعده وهذه الهيئة لها مجلة فيها كثير كثير من المعلومات الجيدة والجميلة ثاني عشر إضافة إلى رسائل علمية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه والكثير منها تخصص في بعض جوانب الإعجاز وهي كثيرة جدا هذه بعض من كتب الإعجاز في القرن الرابع عشر ولم أستخش كل شيء ولا يعني ذلك أنه ليس هناك كتب جيدة في الإعجاز غيرها ولكن هذا ما بدى لي أنه مشهور ومتداول على أن هناك كتب لمؤلفين مغمورين في بعض جوانب الإعجاز هي كتب قيمة ومفيدة وجديرة بالقراءة والله أعلم ونكون بهذا قد تصفحنا أربع عشرة صفحة من صفحات كتاب الدهري تحتوي أربعة عشر قرنا واتضحت أمام أعيننا صورة مسيرة الإعجاز والتصنيف فيه والذي يعنينا في منهجنا هذا هو جانب الإعجاز البياني ولذلك سنخصص الفصل القادم لدراسة عميقة لثلاثة من أشهر من تميز وكتب وأضاف في هذا الجانب إضافات جديدة جديرة بالدرس والتحليل فسيكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله عن مصطفى صادق الرافعي وعن محمد عبدالله دراز وعن سعيد النورسي هؤلاء الثلاثة جدير لكل طالب علم أن يطلع على جهدهم وأن يطلع على منهجهم وأن يطلع على عملهم ونقف عند هذا الحد حتى لا نطيل عليكم بارك الله فيكم في ختام لقائنا هذا لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل بأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنى شقية ولا محرومة اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها قديمها وحديثها عمدها وخطأها سرها وجهرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة